عقد أعود مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا غابريل فيانيلس وسفيري مملكة هولندا جانيت سيبين وألمانيا الاتحادية هوبرت بيجر وناقش اللقاء عدداً من القضايا المهمة وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الأرهابي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والمخاطر المتزايدة ناتجة عن ذلك تصعيد على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة فضلاً عن تداعيته الإنسانية الكارثية على المواطنين اليمنيين واجدد عدو مجلس القيادة الرئاسية تأكيد أن الممارسات العدائية للميليشيا الحوثية تعكس بشكل واضح عدم رغبتها وجديتها في الجنوح إلى السلام موشيراً إلى أنها تحولت بهذه الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من جماعة تهدد الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة إلى جماعة إرهابية تهدد أمن والاستقرار الإقليم والعالم داعياً إلى تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لتبني استراتيجية ردع شاملة تكبح الرغبة العدوانية لميليشيا الحوثي الإرهابية وتضمن حماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل شرايان حياة تربط شرق العالم بغربه وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن والسبل الممكن لدعم مجلس القيانة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً للخروج بالبلاد من أزمتها وفي هذا الخصوص دعاً لواء الزبيدي لاتحاد الأوروبي إلى تكثيف دعمه المقدم لليمن من خلال برامجه التنموية التي تشمل تعزيز سبول العيش ودعم مشاريع التنمية المستدامة وتأهيل وتدريب الكفاءات الشابة بما يسهم في بناء قدرات المجتمع وتحقيق استقراره من جانبهم أكد سفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا وألمانيا دعمهم الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام في اليمن والسمرار لالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالأوضاع الإنسانية وتفعيل الشراكات التنموية بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن